قصة السلم السحري هي قصة جميلة للأطفال مقدمة لكم من قناة الرشدية المعروف بأنه يحتوي علي أجمل قصص أطفال قبل النوم وتحكي القصة عن ملك يحمي رجل عجوز معه سلما سحريا وبسبب هذا يحدث للملك العديد من المشاكل فماذا حدث يتر هذا ما سفن عرفه في لقصة ذات مرة كان الملك النعم أن يحكم إحدى الممالك وكان الناس صعداء للغاية تحت حكمه وفي يوم ما وبينما كان الملك في قاعة الاجتماع دخل إليه رجون كهل وقال له أيها الملك عليك أن تنقذني ثم ركع أمان الملك فسأله الملك ما هي مشكلتك أخبرني أولا فأجابه الرجل للعجوز أيها الملك ناضلت طوال حياتي وحصلت على هذا السلم السحري لكن لص أمجد يريد أن يسرقه مني عليك أن تنقذني لذلك أتيت إلى هنا وهكذا طلب الرجل للعجوز المساعدة من الملك حينها أمره الملك أن ينقذ في القصر وقال له لا تخف أبدا ثم فكر الملك أن عليه أن يقبض على اللص فذهب إلى الغابة فتعرف أمجد على الملك الذي كان قادما من نسافة طويلة فذهب إليه أمجد وقال له أيها الملك هناك أكوام من الأحجار الثمينة داخل هذا الكهف أنا لا أريدهم بما أنك الملك فهذه الأحجار الكريمة مفيدة للغاية بالنسبة لك تفاجأ الملك ونزل على الحصان وذهب إلى الكهف وعلى الفور أغلق اللص أمجد مدخل الكهف بصخرة ضخمة وذهب إلى القصر راكبا حصان الملك وهناك التقى البراء الذي كان الشقيق الأصغر وقال له قابلت ملك في الغابة وقال الملك إنه سائم من الملذات الملكية ويريد أن يقضي بقية حياته في الغابة فأرسلني إلى أخبرك أن عليك أن تحكم الملكة وحصان لملك هذا هوى للدليل على الصدق كلمي فما رأى البراء حصان الملك صدق ما قاله اللص أمجد بل وشعر بالسعات لأنه سيصبح ملكا وأخرج قلادة وأعطاها لأمجدك هديه حينها قال أمجد أيها الملك لقد أعطيتني هذه القلادة لأنني أخبرتك بأخبار جيدة ولكن إذا حصلت على السلم السحري من الرجل العجوز سأكون سعيدا جدا ثم شك البراء بالأمر فأمر حراسه بالقبض على أمجد ولكن أمجد هرب من هناك ورقب الحصان ثم ذهب إلى الغابة وأزال الصخرة الضخمة التي كانت تسد الكهف وحينها قال أمجد للملك أيها الملك سمعت أنك وأخوك الأصغر تحدان بعضكما البعض ولكن عندما قلت له أنك ترت الملكة وقررت البقاء في الغابة فرح أشد الفرع وأعطاني هذه القلادة أيضا كهدية وهي دليل على صدق كلامي عندها غضب الملك من أخيه وقرر العودة للقصر وفي طريقه إلى القصر أوقفه الرجل العجوز صاحب السلم السحري وطلب منه مرافقته ليريه بعض العجائد فقرر الملك الذهار معه إلى غرفته وعندما طلب الرجل للعجوز من الملك تسلق السلم فعلى ذلك وجلس على الدور العلوي ورأى مشهد رائعا لوالد الملك على فراش الموت وهو وعندما كان الأب يحتضر قال للملك النعمان من الآن فصاعدا تقع مسؤولية أخيك الأصغر على عاتقك اعطني به عيدا واغفر لأخطائه نقطة فوعد الملك والده بأنه سيعتني بأخيه الصغير ثم نزل الملك من علي السلم السحري وشكر الرجل للعجوز علي استخدم السلم السحري لإنقاذ أخيه من الموت وقد حافظ الملك على وعده لوالده وأدرك قوة السلم السحري الذي يجعل الناس يسلكون المسار الصحيح في حياتهم ثم فكر الملك لفترة من الوقت وقال إن نية هذا السلم السحري أنه يجب أن لا يكون هناك أعداء فلماذا تريد تتجنب مواجهة اللص فطلب الرجل للعجوز من الملك البقاء في القصر لكن الملك لم يسمح له بذلك وغادر القصر وهو يحمل السلم السحري بعد فترة من الوقت قام اللص أمجد بالاستيلاء على السلم السحري من الرجل للعجوز واستطاع الهروب به لأنه عندما دخل الغابة اكتشف أنه لا يعرف كيف يعمل هذا السلم السحري وعلي الفور فاصلة أبقي السلم علي شغرة وصعد إلى الأعلى ليرى مشهدا لحراس الملك يمسكون به بتهمة جرائمه وأمر الملك بإعدامه ثم ربط الحراس حبلا حول رقبة اللص وشنقوه على الشجرة وبعدها غادروا بعيدا وعندما كان الحبل يضغط على رقبة اللص جاء الرجل للعجوز وأنقذه وعندما استعاد اللص وعيه كان الرجل للعجوز لحق به حينها شعر بالندم وبكى وقال رجاء سامحني أنت أنقذت حياتي لا أستطيع أن أكافئك نقطة وبعد ذلك شعر الرجل للعجوز بالسعادة لأنه رأى أن اللص أنجد قد ندم على أفعاله وغير من سلوكه ترجمة نانسي قنقر